أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة عن إطلاق مؤتمرها للخدمة الإنسانية في نسخته التاسعة لعام 2018 تحت شعار الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة لمناقشة دور الخدمة الاجتماعية في السياق التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة والذي يقام يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري في الجامعة القاسمية يهدف المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ السلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي يهدف إلى مناقشة مد ارتباط دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2015-2030 وإحداث التغيير لتحقيق تنمية الاجتماعية المستدامة ويسعى المؤتمر إلى تحقيق عدد من الأهداف تتمثل في تهيئة بيئة مثلاء لتحقيق الإبداع من خلال طرح رؤى متجددة ومواكبة الأطروحات العالمية في التنمية المستدامة إضافة إلى توفير فرص للباحثين والمهتمين بالخدمة الاجتماعية والعمل الاجتماعي إلى جانب إبراز دور الخدمة الاجتماعية في سياسات الضمان الاجتماعي بما يحقق للمجتمع أنماط الرفاهية الاجتماعية اشتركوا في القناة